التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق لهذه الفئة من العمال السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فضلا وليس أمرا اشترك في القناة واضغط على زر الجرس وهذا ليصلكم كل جديد صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 53 مرسوما تشريعيا تضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأشخاص الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية ويهدف هذا المرسوم التشريعي إلى تنظيم المحافظة على الشغل ويحدد الترتيبات القانونية الخاصة بحماية الأشخاص الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية وهذا لأسباب اقتصادية ووفقا لذات المرسوم فإن كل إجراء مماثل تتخذه السلطات العمومية يتعلق بالتكفل على عاتق الدولة بعمال المؤسسات الاقتصادية في حالات خاصة يحددها التنظيم كما ستشمل الترتيبات الوطنية لحماية الأشخاص من خطر فقدان العمل بصفة لا إرادية وهذا لأسباب اقتصادية وبمجب هذا المرسوم ووفقا لما تنص عليه المادة 33 لذات القانون فإنه يتعين ما يلي كل إجراء مماثل تتخذه السلطات العمومية يتعلق بالتكفل على عاتق الدولة بعمال المؤسسات الاقتصادية التي صدرت في حقها قرارات قضائية نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد وهذا لمنح عمالها حق الاستفادة من مزايا معينة لا سيما التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق إذا أعجبكم الفيديو وأردتم المزيد لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب ترجمة نانسي قنقر